بدأت غرفة درجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالاستماع بعد عطلتها القضائية إلى إثادة خبير الاتصالات البريطاني جون أدوارد فليبس والذي وضع تقارير عن حركة الهواتف الخلوية والأبراج الخلوية التي تستخدمها المحلل عرض لخبراته خصوصا في نظام الجاس أم المعتمد في لبنان وكيفية التمييز بين الاتصالات الزائفة والاتصالات الفعلية وذلك عند اطلاعه على بيانات الاتصالات كما أشار الخبير إلى أن خبرته سمحت له بتحديد أمكنة وجود هاتف مشتبه به وتحركاته وتحليل الأبراج الخلوية التي استخدمها هذا الهاتف الشاهد أشار إلى كيفية تحليل الاتصالات وطريقة معرفة توية الشخص الذي يستعمل الهاتف الخلوي من خلال الأشخاص الذين يتصل بهم بشكل دائم كأفراد العائلة والأصدقاء وهذا أمر يتم القيام به من السجلات وحسب وشرح فليبس كيفية عداد النمحة الجغرافية لتحديد تحركات شخص ما وربطها بنمحة الاتصالات وهنا أوضح أن ذلك يتم حسب سكن الشخص ومكان عمله وأي طرقات يسلك بشكل يومي وتوقيت الاتصالات التي يجريها وفي مثالا عن ذلك تحدث الشاهد عن حركة هاتف معين جنوب بيروت وطريقة تحليل حركته فليبس أشار إلى أنه في إطار عمله فإن الهاتف هو الوسيط في تحديد الرابط بين مستخدم ما ونشاطه الإجرامي ترجمة نانسي قنقر